الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصاحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ماذا نريد أن نقول نفس الكلام 300 فيديو وأكثر ماذا نريد البضاعة غالية والبضاعة مجهولة لو عرفها الناس وزع وصار يوزع ويتاجر ويشتغل وصار كثير ولكن الآن قليل الآن قليل من يدلك على الله وحده وكثير من يدلك على الأعمال بلا الله كثير من ألف سنة ما هذا شغال الله عظيم والصلاة والعبادات ممتازة هذا صحيح هو صحيح هذا ولكن غير الله من عظيم أيضا هنا المطب الذي لم يكن في هذا المطب وفي هذا البؤرة لم يكن فيها الأنبياء والمرسلون ولا المؤمنون لم يكنوا فيها كانوا يحذرون من هذا عبد الله واجتنبوا الطبوت وغيرهم إذا ذكر الله وحده شمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة يعني الذين يؤمنون بالحياة الدنيا فقط وإن قال ثقافة عقلية ممكن لكن هذا صارت في الأخير وإلا أول يقول لا أنت تريد نذكر الله وحده لا نريد لماذا يحاربون لماذا يقاتلون الأنبياء لنعبد الله أنا أعبد الله ها نعبد الله لا بأس ما في ضرر لنعبد الله وكمان غير الله لابد منه كيف بدونه تمشي الأمور كان قالوا هكذا نعبد الله ونعبد وهذه الأشياء لازم منها الأنبياء قالوا تمام تعبد الله يوما أحد الله خلاص تفضل وبقى كما أنت لا شرط أساسي شرط أساسي وجاء لهم بكلمة كوووو من عهد آدم إلى آخر إنسان لا إله إلا الله لو ليس ضروري غير الله يذكر في الموضوع كم قل؟ قل الله قولوا الله هي الكلمة العظمى الله أليس الله هو الأعظم؟ قل الله لكن لا إله وهم يفهموا معنى كلمة إله بلغاتهم عربي وغير عربي من عهد نوح لا إله إلا الله إذن إيش في مشكلة؟ الشيطان موجود ماذا يفعل؟ قال إله يعني الذي تركع وتسجد له وتعبده فقط الله لا تعبد غيره آه ممكن سهلا دخل السم أدخل الفيروس العظيم ثم جاءوا ناس وألفوا كتب قالوا أيوة 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 تأييدا للشيطاني نعم 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 فانتشرت لا إله إلا الله معنى جديد ليس معنى الأنبياء معنى الأنبياء ليس كذلك لا إلهة يعني لا يأله قلبي غيرك يا ربي أليها تولها بالحب لماذا تولها بالحب بهذا الشيء؟ لأن فيه نفعا زوجة بيت فيه نفع تقوم به حياتي نفع خطير يعني أو دفع ضر أتولى به أيوة أيوة هذا مفيد حتى يمنع عني يعطي يمنع يرفع يخفض يعز يذل غير الله هذه الأشياء طاغوت ليس كيان معين حتى نحدد ونقولهم خمسة ستة عشرة ليس كيان طغى قلبك حب طغى قلبك بحبه أو طغى قلبك بالخوف منه والرجاء فصار اسمه طاغوت طغى فيك شيء طغيان زايد عن الحد ليس هالحقيقة ما هو الحد؟ الحد سخر لكم ما في السماوات والأرض جميعا سخر يعني خدمة مطيئة متى إذا كنت أنت مكرم هذا ليس مكرم أنت الأبدي المكرم إذن هذا مسخر لك إذا أخذت على هذا الطريقة سوف يسخر لك ماذا تريد؟ جاء مرض يطلب الشفاة ويأتيك بقراءة فاتحة في أشياء كثير احتجت رزقا يجعل لك مخرجا ويرزق من حيث لا تحتسب بس كن أنت المكرم وهو المسخر بعد ذلك يأتي طائع المسخر يأتي الطائع قبل ذلك لا يأتي الطائع إذا قلت أنا في حاجة إليك إذن أنا صغير أنت مهم يقول لك طيب ويعطيك إنما سلط على ابن آدم ما خافه ابن آدم ولو إن ابن آدم لم يخف إلا الله لم يسلط عليه غيره وإنما وكل ابن آدم لمن رجاه ابن آدم تعلق به ولو أن ابن آدم لم يرجو إلا الله لم يكله إلى غيره نحن أبديين خالدين أنظر قبل مئة سنة قبل مئة سنة لا يوجد هذه المباني والبيوت والعمائر والبشر والحيوانات كان هناك حيوانات وبشر وبني آدم ثم ذهبوا الآن هؤلاء غير بعد مئة سنة سوف يختفي هذا الموجود كله ويبرز موجود آخر ويظنون أننا خالدين البشر من ملايين السنين البشر ليس من هذه السجل تغير 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 يجلس شوي أتدري أن الذباب عمره ثمانية أيام حياة طويلة يرىها ثمانية أيام أنا أعيش ثم يأتي ذباب آخر ثم ذباب آخر في السنة كم ثمانية أيام أجيال ذهبت في سنة واحدة هكذا نحن أنت ترى ناس كثيرة ترى ما هذا جسمك وأجسادهم لكن هم موجودين خالدين وأنت قبل ذلك كنت موجود وسترى أنك موجود بعد المغادرة الدنيا وأن الجسد الذي اختفى من الدنيا فقط أنت ماذا ترى نفسك ترى نفسك كما رآك الله جعلك مكرم كرمنا ابني آدم الله يراك مكرم أسجد الملائكة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيك قال أنا أعلم ولا تعلمون هكذا ينظر لك الله هناك بعدين أبعاد ما لنا شغل فيها نحن نتكلم عن بعدين بعد مادي وبعد رباني نحن نتكلم عن الإسلام والدين والإيمان فلذلك فيه بعدين ما معنى بعد بعد يعني منزلة لها قوانين وذلك منزل آخر له قوانين وكل الناس مختلطين مع بعض بس أنت في أي قانون تمشي يتحقق لك ذلك القانون وتخرج من تأثيرات القوانين الأخرى قوانينك حسب ما أنت تنظر مثلا بعد مادي بعد مادي يعني حواس الخمس أكل شرب هكذا بدون الأكل كيف أعيش بدون الشرب كيف أعيش بدون أكون عندي عمل كيف أعيش بدون أكون عندي الدواء كيف أعيش بدون يكون عندي حولي ناس يعني ينفعون ويضرون كيف أعيش بدون يعني مرتبط بالأشياء المرئية المشاهدة المسموعة الملموسة وقوانين هذه اللي تمشي نأتي بقصص حتى نرى طيب هذا بعد هذا قوانين الماشية هذا يعني المنتشر بين الناس ومعروف لذلك نجعله هو مثال ونجعل مثال لبشر مخلطين معنا لكنهم ليسوا لا تمشي عليهم هذه القوانين حشان تعرف لا تمشي عليهم قوانين لا تمشي عليهم لماذا يؤمنون بشيء يؤمنون بآخر ولا يؤمنون بشيء أنت لست مثلهم فلذلك تمشي عليك هذه القوانين هؤلاء البشر موجودين موجودين بيننا الآن وفي كل زمان موجودين سمى الله أسماء ناس في القرآن حتى تتأكد ترى في قوانين أخرى خاصة تخترق هذه القوانين كلها كيف تجد إنسان عايش جسده في هذا العالم وهو بس مرحلة وبعدين ينتقل يخرج يترك الجسد واذهب على مآخر لابد كل الموجودين يفعل به ما كذا فتجد مثلا أنا في المدينة حول كل شيء ما شاء الله أرصدت في البنك وكذا وعندي عمل ويأتني المال وأشتري بالمال وأكل بوسطة المال وأتزوج وأحصل على السيارة وأحصل على أشيائي بوجود يعني في حركة أكشن موجود لكن مرتبط بقوانين الحواس الخاص هذه القوانين واحد آخر معي يختلف في نفس العالم إذا ما رأيته ولا تقول أنا ما رأيته إذا ما فيه أنت لا تصدق به فلذلك لا يكون في حياتك القوانين كيف تختلف عن المادة وتخرق الموادة هذا ليؤمن بها أما الذي يؤمن بهذه القوانين ويقول كيف هذا صعب هذا مستحيل حتى قوانين المادة إذا قلت صعب أن أصير تاجر لأن لابد من الشروط الفرانية والفرانية وأنت في بيئة تعبانة وقوانين الدولة مي موافقة لا تحصل على شيء واحد في نفس القوانين ونفس الدولة ونفس الشارع الذي أنت فيه يقول لا ممكن أنا أصير مليونير أنت قلت مو ممكن شروط موجودة مي متوفرة خلاص انتهنا انتهت هو لم ينتهي لماذا؟ داخلك في داخله ممكن أن أصير طيب كيف نبدأ؟ نبدأ نبيع أي شيء أحذية قبعة بس يدوب أكل الطعام أبيع واحد وأكل طعام واستمر بعناب خمسين إذن نرفع عشر أربعين نصرف وهكذا بعد مدة صارت العشرة كثيرة إذن نفعل شيء ثار ما هو كذا ونترك شيء وهكذا صار مليونير بعد خمس عشرة وذلك يفقر أكثر هذا فقط عوانين أنت أنت الذي تقرر طيب ننظر للمرأة الأخرى وللرجل الآخر جاء لك الله بقصص ليس للتسلية في الداخل تضبط أن هذا ممكن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام قوة روحية ألف لام م الله يقول ليس يعبث معك ويرسل لك كلمات ما تفهمها ثق به ويعلمك تقول الله ويعلفكم الله أما بواسطة الناس لن تفقه حتى لو وصلت ألف لام ذلك الكتاب لم يكن كتابا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم كتاب مكتوبا ما المقصود ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب مو بالمشاهدات مو بالمشاهدات مو بالمحسوسات تؤمن قال الله شيئا إذن مية في المية صح هذا غلط المرئي غلط المشاهد غلط المحسوس غلط والخالق هو يعرف الصح طيب إحدى النساء آمنت بالغيب اسمها هاجر عرفت بالقصة مثلا واحدة أخرى ماريان موجود قصص كثيرة نأخذ إحداها فهذه هاجر سافر بها وهاجر سيدنا إبراهيم من بلاد إلى بلاد ينامون يأكلون يشربون ينامون يأكلون يسافرون يتعبون هي وطفلها وهو ثلاثة حتى ذهب بها في واد غير ذي الزراء ليوجد نبات إذا لا يوجد حشرات إذا لا يوجد حيوانات من أين تأكل وجبال منظرها مفزع لأنه ما في نبات كيف تنظر حجارة سوداء أو بيضاء من اليمين من اليسار وهو في الوادي وهذا الجبل الضخم هنا وهذا الجبل الضخم هنا وهذا منظر مخيف بس ربنا جاء بصفة واحدة غير ذي زرع يعني ما في موية يفهم الباقي لا يوجد ماء لا يوجد نبات لا يوجد حيوان لا يوجد إلا الإجارة والتراب الجاف الناشف المتصدع من كثرة العطش ميت واد ميت من يضع فيه عائلة لا إمرأة ولكن ليست من أهل تلك القوانين المادية القوانين المادية تقول هذا موت هذا هلاك هذا دمار كيف ألف كيف كيف نأكل كيف نشرب كيف نعيش كيف خوف من غير الله الظلام ما في عند هذا هذه المرأة لا يوجد هذه القوانين لا يوجد خوف غير الله ما فيه الهلاك ما موجود في القاموس قاموس هذا جديد ليس مادي قاموس رباني ليس فيه ذرة خوف أو ذرة تعلق بأي مخلوق ولو إبراهيم تعلق ماكو فمعه جراب من التمر هكذا تمر لمدة سبوع لمدة شهر لمدة كام ما فيه بحدود أتركك وأرحل في هذا المكان اثنان ضعفاء ضعفاء هذه برمجة المرأة ضعيفة برمجة الرجل قوي برمجة كله غير صحيح هذا هذا هذه القوانين المادة أنت ضعيفة هو قوي طفل ضعيف هذا المادة تقول هكذا كيف يصرف نفسه الطفل كيف هذه المرأة تفعل في هذا الوادي غير الزر أين الدكان أين المول أين المطر أين الماء يعني مهلك خلاف القوانين الله يغير خلاف القوانين يجعل القوانين المادة خاضعة لهذه المرأة لأنها ربانية الله يريدك رباني فماذا تفعل يا إبراهيم تمشي خلفه خلال اجلسي هنا ومشى تمشي خلفه يا إبراهيم لمن تتركه ما هذا تريد أن تعرف نبي عنده حكمة تريد أن تعرف شيئا ما من هذا الذي يحصل الآن سافرت من مناطق بعيدة إلى هذا المنطقة مناطق فيها أشجار وبستين والزراعة وكل شيء تتمنام توفر حولها أخرجها من هذا المكان ووضعها في مكان غير ذي زرعة وبعيد ولا قريب ولا أي شيء ولا زوج حتى يتركها إلى من تتركنا ثم تقول الله أمرك بهذا قال اللهم نعم قالت اذهب إذن لا يضيئنا كلام سهل لا كلام صادر من عدم برمجة مخلوقات عدم برمجة من المادة عدم برمجة من الناس عدم برمجة من الناس برمجة ربانية فقط واد غير ذي زر ولا يهم ماذا في ذلك مشكلة ألم يخلق هذا الفم وهذه المعدة هو إذن هو يأتي بالطعام هو رحيم هو عادل ليس معقول يفتح فم ويقول ما في أكل تأتي تأتي الأوامر بتركي في هذا المكان ثم لا يأتي حل يأتي الحل إذن أنا في الجنة ولا أبالي بالزوج هذا هذا نحن الذي نريده في المسلم يمسك الإيمان بعدين موضوع الصلاة الصدقة الصوم والحج الزكاة الأشكال كيف تخلي اللحية كيف كذا كذا هذا لك مجال آخر هذا كله مغفور لو أخطأت فيه مغفور إن الله يغفر الذنوب جميعا لا خلينا هذا وذر وحد أنت في الجحيم وهو علاقة مع الله ما في مادة بس فمن يكفر بالطاف قبل الإيمان بالله فمن يكفر بالطاغوط ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقة عروة وثقة ماسكها هذه أساس أساس بدونها لا تنفع عبادات ولا تنفع أي شيء وهذا حالنا الذلة موجودة ليش؟ معاملاتنا معاملات الماديين ليس بما عملت المؤمن بالغيب المؤمن بالغيب أنظر ماذا فعل للأنبياء ومنظر ماذا فعل لهاجر قالت ذهب إذن لا يضيعنا وذهبت يأكلون من هذا ويأتي الليل ويتنام قريرة الآين بين الحجارة والتراب في القلب في القلب سكن طمأنينة إلى الله ما في انزعاج انزعاج يأتي من البعد المادي خرجت لا قوانين تمشي عليك من المادة خرجت من القوانين كلها لا أنت رباني رباني أنا معك خالق كل شيء ومدبر كل شيء ومسير كل شيء هتا إذن مرت الأيام وانتهى الطعام تسعى تسعى في السبب ما هو سبب أنظر لهذه الصخرة الصفة المرة نطلع فوق هنا في أحد في أحد ثم هناك في أحد تنظر يمكن فيه من هنا أحد لنا كم يوم ما يمر إنسان لا يمكن فيه تسعى في القوانين المادية المسموح بها المقتدر عليها بدون تعلق هذا معنى السعي في القوانين للمؤمن اسعى بدون تعلق لا بد ساعد كذا لازم يحصل كذا أنت ورط نفسك ما في لازم مع الله فهي تذا واحد اثنين ثلاثة اربع فسمعت صوت رأت لمعان عند أقدام الابن انظر ماذا في الغيب في الغيب يؤمنون بالغيب ماذا في الغيب تمشي المياه من الأرض تحت الأرض لا يرى شيء تمشي تمشي حتى وصلت هناك وعند أقدام الطفل خرجت وتنظر الماء يمشي فتجري وتضع حوله وتقول زم 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 يعني ابقى هنا لا ترحب تريد يعني منطقة كبيرة فيها الماء حتى لا يذهب بالماء فتوقف على حدود ما قالت ما وضعت من حدود خلاص هنا ما قف صار يزيد الماء حتى للسطح ولا ينقص أرض عطشة لا تشرب شيئا بأمر الله كل شيء وصارت تشرب ويكفيها عن الطعام والعلاج كل شيء وابنها مبسوط لا يحتاج شيئا غير زمزم ثم بدأ الناس وبدأ الناس ينظرون للطيور فوق حتى هي الطيور تبحث عن الماء فتأتي عندها تشرب ثم تطلع وصار منطقة يعني عامرة بالطيور وبيهاجر وابنها بس الناس من بعيد ينظرون لأنهم ينحرفون عن هذا الوادي لا يأتون إليه لا يستطيعون تهلك دوابهم ويهلكونهم فيذهبون إلى مناطق فيها خير ويرسعد إما شمالا أو جنوبا فرأوا طيور قالوا كيف نعهد هذا المكان ليس فيه يعني حياة دعونا ننظر ذهب المستكشفين وجدوا الماء وجدوا المرأة وجدوا الطيور فجاءوا ويلا زاد الناس زاد الناس حتى وصارت هي سيدتهم أول ما جاءوا قالوا تسمحي للنا شوف الناس كيف وبعدين التسخير رباني ليس الناس فقط قد يكونوا مجرمين ولكن لا يستطيعون يرفعون أصواتهم أمام هذه الربانية أتسمحين لنا أن نبقى هنا قالت اجلسوا ولكن بشرط هذا الماء لي قالوا تمام لك وهي تريد الناس يأتون ولكن وباقيتها كذا وعاشت وكبر ابنها وصار واد يجبى إليه ثمرات كل شيء يزرع الناس الخارج وتأتي الزراعة هناك كل شيء فهذه قصة إبراهيم ألقيه في النار فكانت بردا وسلاما غلاما في الأخدود أيضا صارت عنده المعجزات خرق القوانين خلاف القوانين تحصل لهؤلاء الناس مع بعضها شيء إبراهيم وقومه مع بعض الغلام مع القوم هؤلاء مع بعض ولكن هذا مؤمن بالغيب غير مؤمن مرتبطين مؤمن بالغيب غير مؤمن بالمشاهدات في يعني إيقاف هذه البرمجة لا هذا يضر لا هذا ينفع لا هذا يعز لا هذا يذل الأمر بيد الله فماذا تكون حياة هذا الإنسان ذكر الله ذلك من يتق الله يجعل له مخرج إذن التقوى عندي ضعيفة ما في مخرج ما في وعد خلاص دبر نفسك مع القوانين هذا له مخرج ويرزقه من حيث لا إذن الرزق مشكلة الدهر في هذا الزمان محلولة عند المؤمن المؤمن الصح محلولة مفتوح أبواب أخرى يرزقه من حيث لا يحتسب كيف هو يعرف وربه يعرف أنت تريد تعرف أولا لا أولا تؤمن بالغيب تؤمن عندك رب وضع قوانين غير هذه القوانين تمشي تجد القوانين يهددوك هم يخسرون يمنعون عنك الرزق هم يخسرون فنحن بس حاجتنا بسيطة الكفر بغير الله الكفر بقوانين بالقوانين التي نراها ونسمعها وتدرس في المدارس وتدعوه في أي مكان كفر بها انظر إلى أهل الأخدود قوانين من الولادة يولد الواحد ويعيش حياته وعمره ويموت ماذا؟ ربنا الحاكم هو يصرف علينا المال والرزق وكل شيء بدونه حلكة أنا ربكم ويعيشون الناس هكذا فيه بالخفية هنا واحد هنا واحد بالخفية والخوف والراب جاء غلام ذكي قالوا له اذهب إلى السحر موجود اذهب إلى الساحر تعلم الكهرة قال طيب أهم يتعلم ولكن فيش مئزاز يعني شغل مخمو التسليم تعبودية هذا غير صحيح يتعلم يتعلم ولكن ونام عنده نقضة فبعد ذلك وجدك راهبا وتراهب ذهب إليه علمني شوف يمكن عندك علم هذا عنده علم نأخذ من هنا ومن هنا صار يعلم قال هذا حق وهذاك باطل والأهل يقول لماذا تأخرت يضربونهم فيقول للراهب هذا هذا إذا ذهبت إلى الساحر وإتيتك يضربوني وإذا ماذا أفعل قال قول أخرني الساحر وصار هكذا يعني أعمل حيال حيال حتى أتقن الإيمان القلبي ما ذهب يتثقف ذهب يجد الحقيقة وإن خالفت الظاهر توزف الظاهر أما الذي يقول بس كيف يعني أفعل هكذا وهؤلاء يبقى تعمان طول عمره هذا أغلب الشاب فماذا فعل خالف وبعد ذلك صار هكذا يعني عنده قوة روحية عالية وما شاء الله وصار إيش نواياه عالية فيأتوا مرضى نريد العلاج من كذا يقرأ أنا أنا لا أشفي الله الشافي تؤمن بالله أنا أدعو لك طيب طيب أؤمن بالله شفا أعمل أي حاجة يلا بعدين سمع واحد جليس للملك هذا الملك الذي يقول أنا ربكم فذهب إليه وقال له أدعو لي قال لا إذا أنت تؤمن بالله أنه ربك أنا أدعو لك قال أؤمن بالله قال انتبه هنا خطورة أنت جليس للملك لا تدل علي ولا لك شأن أنت مستقل الآن مؤمن قل الله شفاني لا تدخلني في الموضوع من الذي شفاك ذهب إلى الملك ورأه ينظر قال ما الذي أصابك هكذا قال شفاني الله ربي ألك رب غيري قال نعم ربي وربك الله يلا الدي بعد المادي شديد في المخالفة قوانينه وحتى يعني تألم وقال هذا الغلام الذي قال آتوا به وآتوا به فقال من فين تعلمت من فلان جابوا الراهب ودوا المهم عذبوا الجميع هو فهم الآن شغل آخر حط في رأسه موضوع آخر وغلام غلام لا يهم عند الله صغير كبير آمن بي وأنا آقف بجوارك خرب لك القوانين كلها اللي في العالم بس كن رباني فبعد ذلك عجز فيه قال اذهبوا به في قرقور يعني قارب صغير ذهبوا الحرر كتفوا وذهبوا به حتى وسط البحر قال إذا وصلت وسط البحر ارموه وهم كتف لا سباح ولا شيء يموت قال ننتهي منهم فلما وصلوا هنا قال اللهم اكفنيهم بما شئت فانقلب القارب هو موجود وماتوا غريقوا ويمشي حتى وصل إليه ذهب إلى الملك مفر خطة ربانية بينه بين رب وهم متفقين عليها فذهب إليه قال ما الذي جاء بك أين أصحابك قال كفانيهم الله عندك رب عظيم فقال كفانيهم الله تعالوا حرس ما في عبرة يعني مقفل الموح مقفل ماد ماد اذهبوا به إلى الجبل كذا وكذا وارقوه من شاهق فذهبوا به الحرس حتى طلع وهو مقيد يريدون يرقونه قال اللهم اكفنيهم بما شئت فارتجف الجبل فوقعوا ومن الرجفة لم يقع وهو مقيد رجع إليه ما الذي جاء بك من أين أصحابك قال كفانيهم الله بما شئ قال اسمع لن تقتلني إلا بطريقة أنا أقولها لك ما هي قال له تأتي بال يوم زينة حفل ضخم تجمع الناس كلهم ثم تصلبني على شجرة وتقول بسم الله رب الغلام وترمي فأموت قال طيب بعد مادي في غباء المؤمنون أذكياء ولكن لا يشعرون بهم فالمهم إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون فالمهم زينة وفرحة عالم درشق قال يالله خذ السحب يالله ضعوه عند الشجرة صلبوه وهو مستسلم صلب ما قال بسم الله بس يريد يقتلوا عمام الناس سوى كذا ما جعش بيثل ما هو مرة ثانية قال له لابد تقول بسم الله وتسمع الناس ذلك كلهم بسم الله رب الغلام أنا أموت ضحى بنفسه للعالم ولتدمير الطاغوت والناس متربين يعني عايشين على هذا الكلام فقال بسم الله رب الغلام طخ خل لهو ميت قالوا الناس آمنا برب الغلام قالوا له الذي كنت تحذر من واحد الآن كله قال مؤمن برب الغلام قال فكوا الخندق افتعوا خنادق واقذفوهم بها إلا الذين كل من آمن برب الغلام واقذفوه فيها واحد مترسخ فيه في البعد المادي عمره الآن كم من الولادة يقولون ربك فلان الآن يقول ربي كذا وفيها نار ما هذا الانقلاب دخلوا النار كم وجدوا من النعيم الآن كم ألف سنة ألفين أين هو وأين هم أين هو وأين حرسه وجيشه وعالمه وأين العالم الرباني الذي آمن برب الغلام وأين الغلام في نعيم وفي جحيم فالمرحلة هذه مؤقتة مؤقتة المقصد منها أن تؤمن بالغيب ولا تؤمن بالمشاهدات والمرئيات والمسموعات والمشمومات والذي الأشياء أكفر أن فيها نفعا أو ضرا أو عزا أو ذلا أو عطاء أو منعا لا شيء وهم أن فيها يعني تأثير لا تأثير هذا باطل هذا باطل جاء الأنبياء لإزهاقه نعم جاء الرسل والأنبياء لإزهاقه من آمن وصدقهم بالغيب ارتاح ماذا تريد أنزل علينا مائدة من السماء يا نبي قالت تفضل كل اشرط في الخدمات موجودة كل شيء موجود وادر غير ذي زرع تجعل زرعا أنت لست ضعيف بالله هاجر ليست ضعيف بالله ليست ضعيف أنت ضعيف بغير الله قد يكون عندك عزة ورفاهية ورفرفشة وكل شيء وملك وحكم وهذا لكن إلى الموت إلى الموت يعني يعني المرحلة هذه بعد ذلك أنت موجود 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 في المراحل كلها هذا الجسد والمرحلة هذه وجسد والمرحلة في بطن أمك يختلف عن هذا الجسد لا يوجد رئتين ولا يوجد معدة تشتغل وتأكل بدون الأكل بدون النفس والأكسجين أنت حين بالسموم أنت حين هذا قوانين في الرحم قوانين في الدنيا بس هناك قوانين أخرى أنت موجود في البطن موجود في الدنيا موجود هناك هناك أيام عجيبة يعني أن يوما عند ربك كألف سنة ألف سنة واحد يوم واليوم الثاني ألفين ثلاثة عشرة شهر ثلاثين ألف سنة ما هذا أنت موجود في تلك السنين أن يوما عند ربك خمسين ألف سنة واحد يوم بس مر خمسين ألف سنة كم هذا مع ذاك لا شيء مئة سنة لا شيء فقط لأجل أن تؤمن بالغيب تؤمن بربك تعظم ربك وتسغر غير ربك إذا حصلت على العر الوثقى بعد ذلك الصلاة فيها النور الصوم فيها النور هذا قسم وقسم آخر عن الصلاة الصلاة صلاتين الصلاة لن تقع لن تحصل عليها إلا بالعر والوثقى وصلاة قد تحصل عليها بلا عر ووثقى الله أكبر إركاء أسجد أمين سلام رياضة قد تحصل عليها وبعدين غير غير مقبول أول شيء يروا الوثقى ومعها الصلاة الحقيقية معها صلاة يعني اتصال ليش كفرت بالطغوط كيف يأتي ذكر غير الله في قلبك وهو لا شيء لا يأتي صفر الله لا إله سبحان الله كما آخر كلام لا بس 95 سبحان الله الحمد لله هذا ببغا هذا فيه هنا غفلة لسان موجود وإصباع موجود هذا فاني الباقي غافل ليس هذا المقصد مقصد تكون اتصال مع الله غير الله صغير الله كبير إذن أبيع واشتري وفيه اتصال عالي مع الله اتصال حب اتصال تعظيم اتصال عدم خوف اتصال الأمان هذه هي الصلاة تبدأ مع الإيمان تشهد لا إله لا محمد رسول الله يشهد الصحابي لا إله إلا الله محمد رسول الله حقيقة ماذا يحصل كله مع الله فرضة الصلاة نور على نور الله أكبر غيب عن المخلوق لأنه صغير كيف يأتي في صلاتي سيارة بيت عمارة مدري أيش الأشيادية خوفه فلان وخوفه فلتان كيف يأتي لا يأتي أول كلمة عندك الله أكبر إذن تضبط الصلاة هذه بالصلاة المرافقة للإيمان إذا ما ضبطت العروة الوثقة في خوف غير الله ورجاء غير الله وتعظيم غير الله وتعلق بغير الله وحب غير الله ونقول اللهم يسر لي هذا الأمر اللهم الله اللهم هذا من هو وحاجتك عظيمة تصف الحاجات تصف الدنيا هذه أن تؤمن بالله واليوم الآخر عدها ستة الأركان هل فيها تؤمن بالدنيا ما فيه تؤمن بالدار الآخرة وتؤمن بالله ضبط هذاك بعدين الدنيا لا إيمان بها ولا أمان لها ولا فيها وهم ولكنك تعيش مثل ما يعيش لآخر ربي هبلي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي وتملك ولكن في القلب اتصال موجود رب موجود غيره سخر لكم ما في السماوات والأرض ملكا لا ينبغي لأحد الرياح مسخرة والجبال صباحا ومساءا تقول معه ولكن القلب مع الله ليس معنا ذلك هبلي ملكا وبعدين شغل بملكه وغفل عن الله المسألة ليست هكذا أولا هذا أولا أنت الأبدي مع الله وبعد ذلك أولوياتك الحياة الأخرى الأبدية هي في الذهن هذه الحياة تافعة بالنسبة للذهن متى صارت تافهة حتى جاءت العظيمة تفهتها كلام بدوي يعني إيش مثلا عندي جوال أو سيارة أي شيء جوال يعني موديل قبل خمس سنوات الآن تغيرت الجوالات وأنا باقي عندي أهتم فيه حافظ عليه أضعه في الجيب وأهتم فيه هذا جوال 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 مهم فيه كسر من هنا فيه شيء من هنا فيها كذا ولكن محافظ لا يوجد عندي غيره ولا أستطيع أشتري آخر مهم ومهتم فيه فيه هنا يعني أشياء يعني حركات ليس منظره الجميل لكن محتاجه فيه نفع لي طيب جاء صديق لي أو جاء عمل وقالوا خذ هدية جوال آخر أصدار أنت هذا لخمس سنوات هذا أحدث شيء القبضة تفك هذا نضعه في البيت نتصل بهذا الجوال الجديد زهدت فيه لمجيء آخر أهم منه وأفضل منه هذا ما أنا زهدت في الدنيا هذا الحياة الدنيا مئة سنة مهمة ولكن إن كنت في ذهنك الحياة الأبدية السرمدية والنعيم كمان نعيم مثل النعيم هنا نعيم أبدي ما الأهم لديك إذا كان هذا دخل هذا يخرج لا تهتم تسعى هب لي ملكا وجاء الملك ولكن عندنا حياة أبدية الرياح مسخرة وكل كل شيء ما يهم النمل يحدثه والطير والجبال في غدو والإشراق وهو ما أخذها يعني لعبة 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 عندي حياة أبدية مع ربي هذا المطلوب هذا المطلوب هذا هو من الناس الربانيين يعيشون الحياتين في نعيم هنا الرزق لا يهتم يأتي الرزق من حيث لا يحتسب قد يكون دكتور من أكابر الدكاثر المشهورين هنا مع الله ليس معنا ذلك أحرما من هذا زهد في الدنيا يعني نجعل ارثيابنا مرقعة لا عندنا بديل كبير وهذه نلعب نتسلى فيحبابنا في الله يعني ما أحببت أنا أطول معكم ولكن هذا للتذكير حتى نمشي على الترتيب الصحيح ولبسبب بعدنا من ألف سنة ولا أكثر فلذلك نحن وضعنا كورس الكورس هذا يرجعنا ينشط فينا الأمور الغيبية ويحولنا من بعد مادي فيه طغيان المادة وهيمنتها إلى بعد روحان ربان فيه يعني الخروج من سيطرة قوانين المادة والراحة تأتي الراحة تأتي الطمأنينة تأتي جميع حاجاتك تقضى بدون قوانين المادة بدونها رزق حياة طيبة وفي الدنيا إيش لهؤلاء فقط لا خوف عليهم ولا هم يحزنون بعيدين أن يخافون أو يحزنون كيف من دخل عرف من خرج من البعد المادي عرف وغرف لا خوف ولا حزن أكبر مصيبة ما فيها خوف ولا حزن انظر إلى هاجر لما رميت في ذلك المكان قالت الله يا طيب الله إذن روح اذهب وماذا يعني حصل لها والقصة هذه لماذا تذكر احتى قل لك أنا بجوارهم الذين مؤمنوا بي اخرجهم من كل ضر وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم داخل عليكم أنفسكم لا يضركم من ظل إذا اهتديتم من ظل عنده نووي لا يضركم من ظل عنده فيروسات لا يضركم من ظل عنده مقامع من حديد وما أدري إيه لا يضركم حصل وسيحصل موضوع الأنبياء إذا يعني في شبهة في الراس ولماذا الأنبياء يعني ابتلوا وعذبوا وكذا هذا شوف في فيديو عن الأنبياء الأنبياء لا جزع ولا صخط ولا خوف ولا رعب ولا شيء غابت هذه عن ناس كثير مرت قال انظر أنا ملك لكن شغلت قال انظر إلى ملك لا ينبغي لأحد من بعدي وهبه الله ولكن قلبه معي ليس ملتفت لذرة من الملك هذا هو المطلوب تقارن تقول أنا مثله لا لا استمثله مثله في الشكل البلاء وإلا في شكل إنك صرت ملك ولكن في الداخل أين 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 الله طيب وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين